لكن طبعا في بداية الحلقة بنتقدم بخالص العزاء لأسرة طبعا لعب النادي الاهلي الشاب احمد نبيل كوكا في وفاة والده وده طبعا نعي النادي الاهلي الاهلي يتقدم بخالص التعازي الى احمد نبيل كوكا لعب الفريق الاول في وفاة والده الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي والسادة اعضاء مجلس الادارة والقطاعات الرياضية يتقدمون بخالص التعازي الى احمد نبيل كوكا لعب الفريق الاول لقرة القدم بالنادي في وفاة المخفور له باذن الله والده داعين المولى عز وجل ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته ويلهم الاسرة الكريمة الصبر والسلوان طبعا يعني احمد نبيل كوكا لعب النادي الاهلي ولاعب شاب وكان في حديث قريب جدا مع كابتن احمد شبير بيتحدث عن دور والده الكبير جدا وانه كان بصلته في ان هو يتواجد فيه النادي الاهلي فترة يعني في التفكير والخروج للعارة ولا البقاء وانه يصبر وطبعا كان القرار الاسلم هو ما اتخذه احمد نبيل كوكا فربنا يخفر لي ويرحمه ويصبر طبعا احمد نبيل كوكا نهاردة كان يعني مراسم تشريع جثمان وكان موجود عدد كبير جدا من اللعبي النادي الاهلي وايضا كان العزاء فرس يعني في البساتين بعد صراط المغرب موقف بيكون صعب جدا فقدان الوالد وخاصة لما يكون مؤثر بشكل كبير جدا في مستقبل اللعب وكان دايما المرجع ليه طبعا يا وسامة يعني اكيد كل التعازي لأحمد نبيل كوكا في وفاة والدي طبعا لحظات صعبة كان بان عليه جدا التأثر شفت بعض المشاهد يعني كان بان عليه التأثر لان الفكرة طبعا في النهاية القب طبعا غالي على اي حد ولكن كمان لما بيكون فيه ذكريات وفيه بصمة وفيه تأثير وفيه دور ده بيكون أثره أكبر ووجعه أكبر يعني فأحمد نبيل كوكا من اللعبين اللي تشوف تربية والده ليه في الملعب تشوفها في سلوكه تشوفها في لقاءاته تشوفها في طريقة كلامه تشوفها في قد ايه هو طالع كشاب متزن يليغ بفكرة انه هو بيمثل النادي الاهلي وهو من اللعبة كوكا من اللعبة اللي فعلا أنا بحبها بحب شخصيتها والأب بيرجع ليه ده دور كبير جدا يمكن أحمد نبيل كوكا في وقت كتير جدا كان بيشارك الصور اللي مع والده وكان بيبقى واضح جدا 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 معالم الفرح وتأثير الميداليات والبطولات على والده أكيد طبعا هيفتقده وأكيد طبعا كل التعازي ليه وربنا يصبره ويرحم والده ويكون مسواه الجنة ان شاء الله وتكون آخر الأحزان آمين يا رب العالمين